رجل كنيسة يعلن إسلامه والكنيسة السويدية تبعت من دوبا إلى المغرب لتقنعه بترك الإسلام وهكذا كان رده فجأ رجل الكنيسة السويدي ليفسيك جيتانا البلغ من العمر 75 عاما الجميع بإعلان إسلامه وتركه لديانته المسيحية وقرر ليفسيك جيتانا تغيير إثمه إلى أحمد والهجرة إلى المغرب للاستقرار به بعد اعتناق الإسلام وأصدر تلفزيون السويدي أذفت دي قبل أيام فيلما عن حكاية وكيف تسبب شاب مغربي لاجئ في إسلامه بعد أن رآه يصلي ويقرأ القرآن وبحث بدات المصدر فقد حولت الكنيسة السويدية تني ليفسيك جيتانا عن قراره وأرثلت من دوبا إلى المغرب لتقنعه بترك الإسلام والعودة لمنصبه ولكنه تبوت على دينه الجديدة وذكرت مصادر أن إسلام القسيس جاء بعد أن تواصل مع عدد من المسلمين هناك بالعاصمة السويدية ستوكهولم حيث حدثوا عن الإسلام وزودوه بعدد من الكتب التي تعرفه بحقيقة دين الإسلام الحنيفة ليقرر إثرها الدخول في الإسلام والنطق بشهادتين وفي ذات الثياق دعى تلفزيون السويدية تقرير عن الكاهن السويدية الشهيرة ليفسيك جيتانا الذي قام بإعلان إسلامه منذ فترة حيث تم عرض فيلم تسجيلية يوم الثامن شوتنبر على تلفزيون السويدية رجل الكنيسة السويدي كان كاهن سابق ذات شهر واسع في السويد ويعمل في مقاطعة سامولاند أبرشية وكان له العديد من الأعمال التطوعية والخدمات الإنسانية وقد أعلن مؤخرا أنه اعتنق الإسلام وغير إثمه إلى أحمد وقال أحمد كما يطلق عليه الآن أنه استقال وانفصل عن أي مهام كنيسية سابقة ولم يعد له علاقة بالكنيسة السويدية موشيرا إلى أنه اعتنق الإسلام وتحول من الرجل الذي كان يقف على المنبر ويصلي إلى الرب المسيحية إلى الإسلام ليكون مسلما عاديا يصلي بالمسجد خلف الإمامة ويصوم رمضان ويقول أحمد إذا أخبرتني قبل أربع أو خمس سنوات أنني ربما سأنتقل إلى الإسلام لا قلت أبدا هذا لا يمكن ويقول أحمد الإيمان أمر خاص بكل إنسان والأذيان واحدة في دعوتها وإنه قام بتسميته نفسه أحمد ليس لأن الإيمان والإسلام مرتبط بالإسم فالكثير من الأصدقاء والأهل يعتقدون أني تحولت للإسلام فقط لأني غيرت إسمي لكن الأمر ليس كذلك يمكن أن أكون مسلم بإسم السويدية ولكنني أحببت إسم أحمد ويضيف لقد اعتنقت الإسلام بعد عامين من وجود أفكار حول هذا الأمر ودراسة وتفكير وصفرت للمغرب وأرسلت الكنيسة مساعدة إلى المغرب لمحاولة إنقاذه وإعادة إلى المسيحية ولكن بدون جدوى وحول القصة الكاملة لاعتناق الإسلام يقول ليفسيك جيتا أو أحمد كان هناك مدرس للغة السويدية بالنسبة للمهاجرين الذي اتصل بي وقال إن لديهم طالبا سابقا لا يحب العيش في سكن اللاجئين حيث يتعرض للأذى وتسأل عما إذا كان يمكنه الانتقال إلى المنزل معي وبالفعل انتقل الصبي المسلم المغربية إلى منزل أحمد وكان الصبي مسلما متدينا رائعا يصلي خمس مرات في اليوم ويفعل كل شيء جيد لقد كان ملهما لبدء رحلة مع الإسلام يقول أحمد الآن أصبحت رحلة أحمد من المسيحية للإسلام فيلما وسائقيا من إنتاج توماس بليدمان وأليكس بوليفان أجرى وزير الشؤون الخارجية وتعون الإفريقي ناصر بوريطا محادثات هاتفية يوم الجمعة مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف وبحسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية فإن هذه المحادثات تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة بين المغرب وروسيا والتي أختتمت خلال الزيارة التاريخية لجلالة الملك إلى موسكو في مارس 2016 وأضف البلاغ بأن الوزيرين رحبا خلال المحادثات الهاتفية بالديناميكية الإيجابية للعلاقات التنائية بين البلدين والاستعدادات الجارية لعقد الدورة الثامنة للجنة الحكومية المغربية الروسية المشاركة المقرر عقدها في الثاني ديسمبر من سنة 2020 في العاصمة الروسية موسكو فضلا عن الزيارة الرسمية لوزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطا إلى روسيا وأشر البلاغ لأن الوزيرين تطرقا إلى موضوع ليبيا وآخر المستجدات في ضوء نتائج الحوار البرلماني الليبي الذي استضافه المغرب في بوزنيقة في الفترة من الثالث إلى العشر شتنبرة من سنة 2020 كما تناولت هذه المناقشات العديد من القضايا الإقليمية والدولية الأخرى ذات الاهتمام المشاركة على غرار النزاع الإقليمية حول الصحراء المغربية دعا قائد عسكري ليبي إلى الاستفادة من نتائج مشاورات مدينة بوزنيقة المغربية في قطع الطريق أمام داعمي الحرب في ليبيا جاءت الدعوة على لسن اللواء أسامة جويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية في الحكومة الليبية في تصريح لقناة ليبيا الرسمية وطالب جويلي وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرغ شرق ليبيا بضرورة الإصراع في تحويل التفاهمات التي جرت توصل إليها في المغرب إلى خطوات عملية تثيم في قطع الطريق أمام داعمي الحرب بين الليبيين وتتهم الحكومة الليبية دول في مقدمة الإمارات ومثر وفرنسا وروسيا بتقديم دعم عسكري واسع لميليشيا الجنرال الإنقلابية خليفة حفتر في عدوان على طرابلس ومدن الغرب الليبية وقال جويلي إنه تابع بارتياح النتائج الإيجابية للحوار السياسي الليبي في بوزنيقة معتبرا أن ذلك يبعث أملا لدى الجميع في ليبيا بإمكانية تحقيق الاستقرار وحل المشاكل المعيشية التي يعاني منها الشعب وشكر القائد جويلي المغرب وبعتة الأمم المتحدة في ليبيا ومركز الحوار الإنسانية على جهودهم في جمع الفرقاء على طاولة واحدة لحل مشاكلهم ثلميا وأعرب أمير المنطقة الغربية عن تطلع الاستمرار تلك الجهات في دعم الدولة المدنية وصولا إلى الانتخابات كثبيل وحيدة للوصول إلى السلطة ويوم الخميث اختتمت جلسة الحوار الليبي بالمغرب بحضور أعضاء وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق باتفاق شامل بشأن المعايير والآليات المتعلقة بتولي المناصب الثيادية في المؤسسات الرقابية ومثاء يوم الثبت أعلن الجيش الليبية خرق ميليشيا حفتر لوقف إطلاق النار في ثرت للمرة الرابعة عبر إطلاق قذائف الثاروخية تجاه المدينة ومنذ الواحد والعشرين غشة الماضية يثود في ليبيا وقفا لإطلاق النار حسب بيانين متزامنين للمجلس الرئاسي ومجلس طبرق الداعم لحفتر الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفطة وتتصعد تحركات ديبلوماسية للتوصل إلى حل ثياثية ينهي النزاع الليبي عقب تحقيق الجيش الليبي ثلثلة انتثارات مكنته من طرد ميليشيا حفتر من العاصمة طرابلس مقر الحكومة ومدن أخرى ترجمة نانسي قنقر